اهلا وسلم بكم يا شباب اليوم مرجعنا وياكم مقطع جديد وعن لعبة دونت ستار بوكت اديشن للموبايل سلسلة بوكت اديشن للموبايل مستمرين وياكم وصلنا باليوم الثلاثة وسبعين خلف الكواليس هويته هواي شغلات وصارت ويايه هواي شغلات طبعا راح سولفها حاليا كلها بالفيديو يلا بينه نبديل اتنسون اللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصل لكم كل جديد طبعا القمر مكتمل يعني اقدر امشي بكل مكان مثل ما شوفون عدي سوت هذه الالة اللي من عدها سوت الميت افقي الميت افقي هو خاصة بولسن شغلة خاصة بولسن هذي تقدر تسويها ما عرف اذا يمكن اي شخصية يمكن تقدر تسوي هاي ان شاء الله هاي البناء او هاي الآلة اذا بنيتها راح تقدر ترجع للحياة بعد ما تموت في عدة انفينيتي لايف ويلسن فقط اذا بناها مو اذا تحترك اوكي اذا احترقت وهي احترقت طبعا سوت واحدة احترقت بسبب دراغون فلاي اللي هو البوس الخاص بالسمر اللي هو الصيف يجي فقط في الصيف اي فهذه الآلة لازم تسويها واي شخصية تقدر تسويها بس الميت افقي ما متأكد اذا اكو شخصية تقدر اه غير ويلسن تقدر تسويها يعني تقدر تصنحها اوكي نقلنا شوية الايس او هذا سويناها جديد اعتقد ما شرحنا عنه اللي هو الايس اي شلون اوكي اللي هو اي يعني شغلة هنا تولع نار راح يقبل اي تقهب بشي اسمه سنو بوب اوكي يعني سنو بوب اللي هي كرة تتج فيه اه مثل ما تعرفون وصلنا اليوم اربعة وسبعين اه اللي هو هذا الايام او ايام السبعين وفوك راح كل شي يصير مزدوج البوسز يجون مزدوجين مو المين بوسز اوكي اكو ميني بوس الميني بوس مثل الاشجار الافرغرين راح يصيرون اثنيا العناكب ايضا راح يصيرون اثنيا وغيره وغيره طبعا اه اللي شايف بالسلاسة البداية والحلقات البداية هنا كانوا يكون زهور طبعا كلها حرقها الدراغن فلاي اللي هو هذا البوس وهدفنا بهاي اللعبة هو نعيش انه اطول يوم ممكن وهدفنا يوم مية يوم هل نقدر انه نعيش هذا يعني المية الى اليوم المية وما جاي يشوف اي ضفدع طالعش عجب او هاي البفادة موجودة اوكي مثل ما تشوفون المناطق كالها تقريبا استكشفتها وتقريبا اكل ثلاث حفر على ما اعتقد خاصة بالاسمونا بالكيف اي الكيف اوكي هنا اروح خذينا هنا اروح بالحلقات السابقة طبعا سيتقل لكم انه هاي النسقة اجالها تحديث 1.19.8 بدل للثمانية هاي صار 9 يعني 1.19.9 اضافه فقط يعني تحسين الواجهة ما عرف هذا شنو يفيد الصراحة بس صار الواجهة سرع يعني هاي شي جيد طبعا مثل ما هدف هذه اللعبة هي البقاء على قيد الحياة بهذه النسقة انا ما انا اقتل اي بوس حاليا يعني بوضع الحالي وضع مزري يعني رادة هواي اسلح لازم تجمعها هواي نظم تنظمها مثل ما تعرفون هنا جاي يشوفون الكون سامونه الكون سبايدر اه شكلت بعد ما يصير ثلاث طوابق هذا المكان شكلت وصارت حسنا ما تقدر تهاجمني حلو حاليا ما جاي تقدر تهاجمي خلنا ناخذ هذه هاي اسلحة اسلاح ما جدا قوي هذا السلاح اوكي يا اخي انا بايد عنك اش عجب تجم يعني تجم علي طبعا مثل ما تعرفون نشرنا عن نسخة هاملة هدا قدرون تشيكون الفيديو موجود حاليا يعني بقامل تشغيل عن don't start the new home هي النسخة بعدي ما نازل هاي هاي النسخة وهذه نسخة هواي نسخ طبعا من don't start بس هاملة هي النسخة جدا يعني كاملة خلنقول لل don't start حاليا ما موجودة على الموبايل هي نسخة غير رسمية تقدرون تنزلونها وتنزلون عليها مودات شي جدا خرافي وايضا تقدرون تحفظون العالم هاي النسخة يعني جدا رهيبة وممكن بس نخلص هاي السلسلة نستمر بيها او ننشر مقاطع اه من او رايح عنها نصاح جدا مهمة للكل لاعب يعني جديد في لعبة don't start عن البوسز البوسز هم الوحوش اللي تجي لللاعب حتى يعني تغضي عليه طبعا حتى تنسي مسيرته بهذه اللعبة فانت حسب علمك انه راح تبقى بس بالباس ويقول يعني محد راح يقتلني بهذا الباس لا راح يجمعوا على الباس ورح يدمرونه يعني حرفيان يمسحونة فالافضل اكو ويرنين يجي ويرنين اللي هو شون الانذار يجي للشخصية هذي اه اي شخصية تغريبا هي ما عدا ويكس اعتقد على ما اعتقد ويكس ليان ما يتحدث هو يعني صامت اه فاتحذرك هاي الشخصية انه اكو صوت اه جدا مزعج او اكو صوت يعني اه غريب جاي يصدر حاليا تغريبا هاي الويرنينج يمكن يستمر اه خمس مرات يمكن اهو ستة وبعدين راح يجي الباس فحسب ما اعرف انه دراجون فلاي ايضا حذرني به اه ويلسون قبل لا يجي بس انا ما استمعت له واجه تغريبا حرق نص الباس بس الحمد لله انه الضفادع كانوا موجودين فراحوا ايضا اتضار بغوية فمثل ما قلنا انه احنا ما ناوي نقاتل اي بوس فقط نعيش ايامنا كسيرفايفول لعبة سيرفايفول بقى على بعض احد الا لو اضطرينه يعني الا لو صارت عندنا القدرة صارت عندنا الاسلاحة المناسبة صارت عندنا الفكرة انه كيف نقتل هذا البوس وقت راح نقدر انقتله افضل سلاح حاليا اللي هو المتفجرات الديناميت وهذا الشي يطلع من بيوض الرتن الرتن ايج طبعا مثل ما اللاعبين القدامي يعرفون انه فقط تعطيل هذا الطير لحم راح يبيض لك بيضة وهذه البيضة تعوفة او تخليها بالصندوق لحد ما تتعفن هذا العفن بعدين ندمجه ويهة ان شاء الله ثانية مثل تصنع اللي هو بارود مثل بارود حتى نقدر انفجر احد البوس اللي هما اللي موجود حاليا بالرو جي جدا قوي هذا البوس يجب يمكن بالسبرنج على ما اعتقد يعني اه شوف انها الخطأ اوكي ناخذ هنا لحمة اه فازدة ايه لحمات ايه فازدات برلمانيات شين التن ديش ما جاياكل ها ما يريد رادي انها اكثر من قفص يعني الصراحة بيرت كيج مو اش اللي عفو يريد هذا القن بودر ايه يريد تشاركول وهذا اللي هو النترات وهذا اعتقد يمكن راح يخلص من العالم يعني ما نخليه هوايي اوكي حاليا اه سوينا هذا هس شلون نجيب الطير نجيب عن طريق هذي البيت اللي هو الطعم ناخذ هذا السيد حتي يجون في هذا القفص وينقض عليهم طبعا نقدر نسوي بعد يكون افضل لكن حاليا ما عندنا اوكي لازم انكتله سوي له موردور لازم يكونون بعيدين عن البقية اللوحوش لاني يأكلون البيض او اي مرات يأكلون البيض حتى لو عثن يعني فخلنطي give اه ليش ما جاي يريد صراحة يعني حيروني ليش اكل شوف يأكل حتى يأكل الا الحم مش اسمه مستوي كان نطيل الحم هذا اي اوكي عندنا بيضتين هاليا فنخليها مكان حتى تتعفن هي تتعفن بسرعة اعتقد بالارض على خليته استور سوي لها ناكل هاي شوف 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 هاي الايفول فلاور انا ما بانين هنا كنا اخذهن اذا بعدين كبرا يصيرا همو حوش انا ما اعتقد اوالي بميستر اسكيت اظهر كنا نتذكر شنو اقدر اصبب هاي يعني النبتات ما اقدر اصبب من عندها نايتمير فيول تعال مادام اخذيتن نايتمير فيول كنا نسوي وايلي قموزني والله شنها الحركة طبعا هاي كانت حلقتنا شنو صار بعد ما تركنا يمكن السلسلة فترة شوية على ما نزلنا الكم مصدارات خاصة بالاندرويد تتحمل المودات يعني تقدر تنزل عليها مودات وتقدر تلعب بها وتقدر ايضا تحفظ العالم ما لتكون خاصة لنسخة هاملت نسخة هاملت حاليا في وان اقدر سوي في تو الفي تو بيها ميزة انه تقدر تدخل على الاندرويد داتا وتاخذ الشي اسمه الملف ما لعالم ما لتك هذا افضل لك لكن اكو ناس شوية يتواجه صعوبة لا زمان اشرح لها فيديو وطلع لهم فيديو كامل عن هذا الشي فالله ذلك الحين اذا طلبتوا هذا الشي فان شاء الله راح نسويه فمع السلامة وان شاء الله نلقاكم الفيديو اخر اشتركوا في القناة